المكون التاني من مكونات النونفيربال كوميونيكيشن وهي الجيشتشارس الايماءات واحيانا يرتبط بيها السيجنلز او الاشارات اللي احنا بنعملها او بعض الناس بتقول عليها اشارات او ايماءات او سعب بيعتبرهم الاثنين يعني بمعنى اشارة ان انا بستخدم هنا اجزاء من جسمي او ايدي بصفة خاصة بينما الايماءة بتبقى فيها تعبيرات شوية يعني وجهية وحركات مرتبطة شوية بالرأس او المنطقة العليا يعني يعني اذا مثلا انا اشاور بايدي بعلامة وداع مثلا او ان انا اشاور بصباعي على شخص معين فيقوم يقف مثلا لو انا بدي محاضرة فاقوم عامل بصباعي باشارة مثلا كده بالسبابة على شخص ما فيقوم الشخص دو اتواقف مثلا او يقول لي انا او انك انت تستخدم حتى من ضمن الحاجات اللي بتدخل في الجس شارز صوابع ايديك فانك انت تبدي يعني دلالة على نامبر معين او نيوميرك اماونت يعني زي مثلا ان تقول لي نتقابل بكرة الساعة كام فاعمل لك مثلا علامة باديا باربع اصابع كأنها اربعة او اننا مثلا المغرب بتداني الساعة كام مثلا او العيشة بتداني الساعة كام فاقوم عامل لك اشارة باديا كأنها تمانية مثلا فده معنى ان هي بتداني الساعة تمانية يعني في كتير من الايماءات والاشارات الحقيقة يعني مفيش فروق ثقافية ما بين الثقافات المختلفة لكن الحقيقة ان في ايماءات واشارات اخرى ممكن تبقى مرتبطة بثقافة معينة ما تاخدش دلالة الا في الثقافة دي او تبقى مرتبطة بالثقافة دي وما نقدرش نفهمها الا اذا كنا فاهمين ساب كالتشر او الكالتشر دي الفرعية اللي احنا بنتكلم عنها المكونة التالت من المكونات اللي هي من داخل النانفيربال كميونيكيشن واللي احنا كنا اشارنا اليها قبل كده وسميناها البارا لينجويستيكس اللي بيدخل فيها يعني مكونات زي نبرة الصوت مثلا ارتفاع الصوت لودنس بتاعت الصوت الانفليكشن التغير اللي ممكن يحصل في المقام بتاعت الصوت اني اطلع وانزل النغمة بتاعت الصوت كل دي يتطور مكونات جوه البارا لينجويستيكس ويه بتلعب دور في توصيل المعنى او الدلالة مع الكلمات وليه هما بيسموها بارا كلمة بارا يعني معناها انها دايما بتستخدم اما مضاد اما مجاوش هي هنا مش بمعنى مضاد لكن هنا بمعنى انها يعني احنا مثلا نستخدم مثلا كلمة نقول دولة اورجوي ودولة بارا جوي فهي مجاورة لها وفي نفس الوقت معادية لها فممكن تستخدم بنقول سيمبستيك وبارا سيمبستيك بمعنى انه مجاور ليه لانه بيتكونوا الاتنين من بعض الاعصاب المخية والاعصاب الشوكية ثم بارا بمعنى انه هم ما ينفعش الاتنين ينشطوا مع بعض اذا ده نشط دايقل وهكذا فالمعنى كلمة بارا هنا معناها ان كل ما هو خارج حدود الكلمات اللي احنا بنستخدمها مش معادي بقى هنا لكن مجاور كأنها لغة مجاورة او لغة مساندة او مساعدة او اضافية وبتوصل معاني داخل فيها نبرة الصوت والمقام بتاع الصوت والتغيرات اللي بتحصل والنغمة بتاعت الصوت يعني مثلا لو ضربنا كده بعض الامثلة على البارا لينجويستيك اللي احنا بنعملها في حواراتنا المختلفة اللي بتدي يعني لما اجيقول مثلا سنتنس معينة with a strong tone of voice بنغمة صوتية قوية اوي ايه المعنى اللي هيوصل للليسنرز اللي بيسمعوني هيفهموا يا اما ان فيه نوع من الابروفل ان انا موافق اوي او ان فيه انسيسيليازم اللي هي زي حماسة فلما تيجي تقول لي مثلا يعني اه تيجي نعمل حاجة معينة فيقولك اه طبعا يلا بقوة بالشكل ده طبقة الصوت تختلف عن ان اقولك ايه اه طبعا يلا بشكل منخف لا في الحالة الاولى ده معناه ان فيه نوع من الموافقة الشديدة او فيه نوع كمان من الحماس ان انا اعمل لما اقول نفس الكلمات وانه ويبقى فيه يعني نغمة صوتية فيها نوع من التردد شوية فتقول لي تيجي نروح نعمل فاقولك اه طيب ما ماشي واعدة لا اعمل كده تاكتك في الكلام فنقول هنا ده اما انا مش مهتمة اصلا باللي انت بتطرحه او بالشيء اللي انت بتدعوني ان احنا نعمله او انه مفيش ابروفر انا مش موافق اصلا عليه لما يبقى فيها cold tone of voice نغمة صوتي بقى بارد كده حبتين ده بيدي مؤشر على انه يعني انا ما عنديش رغبة ان نناقش الموضوع يعني ما تيجي تقول لي تيجي نتكلم فاقولك طيب ان شاء الله ان شاء الله بطريقة كده فيها برود شوية يعني وكايني بقفل عليك الكلام ان انت ما تكملش لما يبقى فيه التون بتاعتي of voice فيها brightness وhappiness كده وظاهرة فيها يعني bright and happy tone of voice ده معناه انك انت already انت كويس والدنيا مشية بيعاك بشكل كويس وان حالك كويس عشان كده بعض الناس تيجي تتكلم وتلاقي النغمت الصوت بتاعته فيها brightness وهابين اقول له واضح انك انت الحمد لله بفضل اللي انت كويس وهاكذا لما تبقى نغمت صوتي فيها يعني نوع من الكآبة شوية كده يعني downcast يعني حزين حزن كئيب الى حد ما فده بيبين على انه انا مش كويس وبنان عليه بينقلك انك لازم تسأل عني ولازم تتطمن اكتر طب قل لي لا انت صوتك مش عاجبني لا انت في حاجة كده ما هياش عاجبك ويبقى اذا التون الفويس بتلعب دورك كبير جدا في توصيل معاني حتى لو كان خارج حدود الكلمات والالفاظ اللي هي بتتقال المكون الرابع من مكونات وهو يعني وضع الجسم لان الحقيقة والموفمنت والحركات اللي احنا بنقوم بيها وبيلعب دور كبير جدا في مسألة توصيل رسائل معينة يعني لما اكون انا مثلا قاعد دلوقتي بتكلم مع حضراتكم ولو تخيانا ان احنا عادين مع بعض كده وشايفين بعض ثم يدخل شخص ما ثم وانا قاعد على الكرسي ومستريح وبتكلم فاقوم اي مقف فنقول هنا لا الشخص اللي دخل عليه ده حاجة من الاتنين يا اما هو شخص مهم وفي منصب عالي واكبر منه مقاما او سنا يا اما هو شخص عزيز عليه قوي لان انت ما بتغيرش وضع جسمك ده الا لما يكون يعني هذا الشخص يا اما بتنزله حق قدره يعني اللي دخل عليك ده استاذك اللي دخل عليك ده والدك اللي دخل عليك ده عمك اللي دخل عليك ده رئيسك اللي دخل عليك ده شخص في منصب مهم فبتغير من وضع جسمك علشان تقدر انك انت توصل رسالة ان فيه respectness يعني فيه نوع من الاحترام والتأدير يعني هنا يا حضرني هكذا طريفة جدا على احد يعني الا اما الافاضل كان قاعد ثم كان فارد رجليه وهو قاعد يعني واخد رحته ثم دخل عليه يعني احد الاشخاص قيل ان هذا الامام هو الامام مالك الله اعلم ماذا صحة هذا فدخل عليه احد الاشخاص وكان يعني لابس كده جلبية بيضة وده انه طويلة وكبيرة وراجل له مهابة ويعني وقار فقيل انه لم رجليه هذا الفعل او التغير في وضع الجسم يوحي بقدر ما من الاحترام لهذا الشخص ثم تقول الرواية ولا اعلم ماذا صحتها لكن انا عايز ااخد المعنى اللي وراها يعني فيما يتعلق بموضوع البوستشارز ثم تحدث هذا الرجل اذا ان هو لم رجليه غير من وضع الجسم بتاعه احتراما لهذا الشخص وتقديرا لما كانت وانزالا للناس حق منازله ثم تحدث هذا الرجل بقدر ما من السزاجة والضحالة بما لا يوحي بان له هذه المهابة وهذه المكانة فقيل انه قال فانا لمالك ان يبصد قدمي يعني انه خلاص بقى يعني هذا الاحترام التوقير اللي اعطي بغض النظر عن مدى صحة الرواية او خطأها لكن المعنى اللي عايز اوصله هو انه بنغير من اوضاع جسمنا عشان نوصل معاني معينة ورسائل معينة للاخرين الرسائل دي ممكن ما نقولهاش بالالفاظ لكن بنقدر ان احنا نقدمها من خلال التغيرات اللي هي بتبقى موجودة لو انا عايزة اديك اهتمام ان انا سمعك كويس ما برجعش كده بضهري للكرسي امسان الظهري مسه على الحيطة اللي وراي بتلاقي جسمي اعتدل وانتصد بما يوحي لك بان هناك قدر ما من الاهتمام والانتباه لما تقوله او ما تقدم اشتركوا في القناة